اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صناعات مستحضرات التجميل عايزين نعرف كده مكوناتها في البداية هو صناعة مستحضرات التجميل في مصر اليومين دول حصل فيها تطور كبير جدا 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 ده نتيجة ان الاتجاه العالمي الوقتي بقى بيتجه لفكرة الجمال والناس عايزة تبقى تبقى صحتها كويسة وتبقى اللوك بتاعها كويس فده قدى ان انتعشت الصناعة دي انتعشت قوية جدا 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 لان ده جاي من التأثير العالمي في كل العالم يعني صناعات مستحضرات التجميل في مصر انا شايف انها داخلة على مرحلة قوية جدا 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 يمكن ده ان الشركات بدأت تعرف ان السكتور ده كبير جدا فبدأنا نشتغل عليه عشان الاورمس عند اصلا الجمهور نفسه بقى كبير تمام وانا بكلمة دكتور برضو عن المكونات بتاع الصناعة تمام حركة قصد مكانات الصناعة كمصانع ولا كشركات كمصانع كمصانع يا دكتور تمام تمام مصانع المستحددات التجميل الوقتي في مصر الاتجاه الجديد بتاع الدولة كله ان احنا نشجع التصنيع ونشجع الشباب ان هم يفتحوا مصانع جديدة وان الصناعات نعتمد على الصناعة المحلية اكتر من المستورد لبرة يمكن ده زاد قوي بعد فكرة تعويم الجنيه فبقت الاولوية للتصنيع المحلي تمام تمام المصانع بالنسبة للطرق اللي بتتعامل بها المصانع بقت اسهل الترخيص بتاعة المصانع بقت اسهل فده بيشجعنا كلنا كشركات اللي احنا نتاجي لفكرة التصنيع من جوا مصر طب احنا يا دكتور برضو عايزين نعرف المكونات بتاعت الخامة ذات نفسها بتبقى مستوردة ولا محلية هو بعض الخامات بتبقى مستوردة وبعض الخامات بتبقى محلية بس الاعتماد الاكتر هيبقى على التصنيع المحلي يعني الحاجات اللي تيجي من جوا مصر تمام طب هنبقى مع الدكتور محمد برضو عايزين نعرف برضو دكتور محمد بالنسبة للمستهلك اللي بيجيبي ده هو المحلي ولا المستورد والله لو زي ما الدكتور طريق قال الاول كان اتجاه في السوق ده انه هو بتعامل دايما مع المستورد والحاجات الاجنبية لان الاسعار كانت قريبة شوي تمام انما بعد فكرة تعويم الجنيف تقريبا في 11 2016 اسعار المستورد زادت جدا وده كان برضو في اتجاه الدولة التشجيع المنتج المحلي وده بالفعل اثر كتير على الصناعة المحلية وخلى بعض المستثمرين او المستهلكين سوري ان هم يبدأوا يبصوا للمنتج المحلي وده ساعد على الاستثمار في المجال ده بدأ يزيد جدا وبدأت المصانع تزيد وبدأت شركات كتير وشباب كتير يعملوا شركات وبدأوا يزودوا في الصناعة فبدأ المستهلك فعلا بيشوف المنتج المحلي بالكواليتي بقى قريب شوية من الكواليتي لمنتج المستورد وبسعر مناسب لي خصويا بعد موضوع تعويم الجنيف بدأت المستورد بيزيد جدا تمام برضو انا اوصل مع الدكتور طارق برضو عايزين نعرفه دكتور طارق بالنسبة للمشورة اللي بتعمل اللي هو كترخيص تمام الترخيص بالنسبة لي هل هي فيها سهولة ولا الأمور بيبقى فيها صعوبة فيها في الترخيص الأوراق الأمور الوقتي بقت أسهل بكتير جدا تمام يعني القوانين الجديدة اللي نزلت ودخول كل حاجة بتتعامل بالإيميل ومعناش بنضطر ان احنا نروح الوزارة او نروح إدارة الترخيص ونعود بقى في طوابير طويلة لا الدنيا الوقتي بقت بتمشي بالإيميل فالموضع بقت أسهل هي الفكرة بس ان احنا محتاجين ان الناس تتضرب كويس على فكرة بالنسبة للإيميل يعني أنا النهاردة عشان أبدأ أسجل في إدارة التصنيع انا ببعط لهم إيميل ببيانات الشركة بالبروتفوليو اللي أنا عايز أشتغل به هم بيبدأوا يردوا عليه على الإيميل ان احنا نستوفي أوراقنا ونستوفي الأمور بتاعتنا عن طريق الإيميل قبل ما ينزل لنا اللي كان اللي هي بتشايك على المصنع وتشوف شكله وبتاعه وكلام منه فده بقى بيوفر وقت كبير جدا جدا لأن الإيميل بيوصلوا في ثواني ويقدروا يرد عليك في ثواني فده بيوفر طايم بدل ما انت تروح تروح الإدارة وتبقى طوابير وبتاع ويعني زحمة في الفاضي يعني أنا شايف أن دي خطوة رائعة جدا 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 تماما احنا برضو بتحب نقول له مشاهدنا بالنسبة اليوم يعني العرقام التلفونات موجودة على الشاشة لأي حد عايز يبقى في مدخلة مع الدكتور طارق والدكتور محمد موجودين معانا فيه عنده أي أسئلة احنا يعني أي استفسارات وأي أسئلة موجودين معانا كم كبير جدا فاحنا موجودين معاكو الأرقام التلفونات أي حد عنده استفسار احنا موجودين معاكوه بنرجع تاني دكتور محمد بالنسبة لينا في المستحضات التجميل اللي احنا ازاي يعني كمشاهدين برضو يبقوا عارفين اللي هي الحاجة اللي هي التمامل هي المرقصة أو السليمة من الحاجة اللي هي مش مظبوطة يعني والله يا سيد محمود زي ما يعني احنا عارفين حاليا التكنولوجي وسوشال ميديا وبقت أسهل كتير أن أي حد لو ما عندوش حتى خبرة بيقدر يخش يشوف المادة الفعالة دي المادة الفعالة دي تركيبتها عاملة ازاي لأن حاليا بقى فيه مصانع كتير جدا فيه منها أكيد زي أي صناعة فيه منها الجودة بتاعتها عالية وفيه منها الجودة بتاعتها مش كويسة فيقدر المستهلك حاليا عكس زمان زمان كان ما يقدرش المستهلك ما عندوش التكنولوجي ما عندوش الوسائل أن هو يقدر يتعامل أو يدور على المادة الفعالة دي أو التركيبة دي هل دي مفيدة ليه هل مضررة مفيدة على المادة البعيد مفيدة على المادة القصير بتعمل لي ايه ايه مكونات للمنتج ده هل كويس هل وحش حاليا الاستهلك زادت عند الناس الحمد لله والتكنولوجي بتساعد المستهلك حاليا أنه هو يقدر يوصل ليه المادة الفعالة المناسبة للبشرة بتاعته وتقدر تستخدمها المستهلك تماما ونرجع برضو الدكتور طارق بالنسبة لدكتور طارق بالنسبة للمستهلك التجميل هل هي بتبقى يعني بالنسبة لها المستهلك دي طبعية 100% هو حاليا مستهلك التجميل بتستخدم بطرقتين إما له دور علاجي وده لازم يدخل فيه مواد كيميائية عشان تستخدم في علاج حاجات معينة كأنك مثلا بتدي مضاد حياء والبشرة حد عنده مثلا حاجة تحتاج مضاد حياء فدي مادة كيميائية ومواد تانية مواد طبيعية 100% تيجي من عن طريق الطبيعة بس الاتجاه العالمي كله أن الناس النهاردة بتستعمل مستحضرات التجميل بانديلي بيزيس يعني ما عادش الناس بتلجأ لمستحضرات التجميل لما تكون عايزة تعالج حاجة تبقى بتستعملها لأن الأويرنس نفسه بتاع الجمهور زاد فانت بقيت الناس بتستعملها على طول فالاتجاه للأعشاب الطبيعية والحاجات اللي لها أورجانيك أورجين أو كده بقت أكتر بكتير جدا من قبل كده ونصاعد حضرك يا دكتور برضو بالنسبة للمشاهدين إيه بالضبط؟ والله أنا أتمنى أن الوعي عند الناس يزيد أن كل الناس اللي هيستعمل حاجة بمستحضرات التجميل يبدأ يبص دي تركيبتها عاملة إزاي؟ الإفكت بتاعه عاملة إزاي؟ لأن إحنا يعني عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا على قد ما التكنولوجي بقت قوية قوي على قد ما الناس بدأت تاخد وصفات ما حدش عارف دي جاء من إيه؟ يعني أنت بتفاجأ أن حد بيسألك بحكم خلفيتنا أن إحنا صيادلة مثلا يسألك والله أنا استعملت تركيبة كذا من عن نت وجابت نتيجة بوزت لي وشي أو 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 الموضوع ده الناس محتاجة تزود الأورنس نزود الوعي عندنا وده حيبقى دورنا إحنا بقى كشركات أن أنت النهار ده لازم تبدأ زي ما عندك اجتماعات مع الأطباء عشان تعرفهم المواد الفعالة وتعرفهم الأدواية الجديدة اللي بتنزل لازم الأورنس عند الكاستومر نفسه عند الاند يوزر اللي هم الجمهور أنه هو لازم نزود الوعي عنده ما حدش ينفع يستعمل أي حاجة من غير ما يكون لها يعني أرى عنها كويس لها أثر طبي سأل حد متخصص مش بأي وصفة من عن نت وخلاص برضو رجاء الدكتور محمد السعر برضو دكتور محمد بالنسبة ليه هل برضو ليه علاقة بالمنتج؟ بالنسبة لأسعار المنتجات المحلية وده المستوردة؟ لا المنتج ما يكون سليم بالنسبة ليه المنتج السليم السعر طبعاً يعني حاجة لما لو كلمنا مثلاً عن كريم تفتيح ممكن النهاردة في السوق نلاقي كريم تفتيح ب15 جنيه ب16 جنيه وب20 جنيه وده بنشوفه ونلاقي حاجات ب600 جنيه وب700 جنيه وده بنشوفه أكيد الاتنين من زي بعض بيخش فيها حاجات كتير بقى المادة الفعالة اللي إحنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي حاجات كتيرة جداً ممكن تجيب نتيجة على المادة القصيرة بس على المادة الطويل حضر البشر هنا بترجع زي ما الدكتور طرق الكلمة الإدوكيشن والوعي ومسؤولية المسؤولية الاجتماعية للشركات لازم كل شركة يبقى عندها مسؤولية اجتماعية أن هي زي ما هي عايزة تبيع وتكسب لازم كمان تدور على المستهلك ومصلحته أنا لازم قبل ما أطلع منتج لازم أعمله الدرسات كويسة جداً وعارف أنا نحط المادة الفعالة اللي موجودة دي هتعمل إيه نسبتها عاملة إزاي لأن في مادة فعالة ممكن تجيب نتيجة كويسة جداً بس بنسبة ممكن تبقى لو نسبة زي ما تضروا هنا لازم نرجع للمسؤولية الاجتماعية للشركات وده اللي بنحاول دايماً معظم الشركات الشباب حالياً بيعملوها عشان إحنا يعني إحنا بقلنا في المجال فوق 16-17 سنة فشوفنا المنتجات دي كتير وشوفنا الحاجات دي كتير ومشاكل دي قابلتنا كتير فإحنا بنحاول حالياً سواء في ماك فارما جروب ماك بريمير أو يوريكا إن إحنا المنتجات بتاعتنا كلها تبقى زي ما نقولك صديقة للمستهلك يعني دايماً بنحاول نشوف مصلحة المستهلك رايحة فيه وإيه اللي حديوه نتيجة وفي نفس الوقت سعر مناسب وحبين برضى دكتور محمد إحنا أقول للمشاهدين برضو شركة حضرتك برضو المنتجات بتاعتها والله إحنا زي ما بقول لحضرتك إحنا مجموعة من الشركات شركة يوريكا برئيس مانجو استدارات بتاعتها الدكتور طارق علي وشركة ماك بريمير وشركة ماك فارما وفيه استفسار فيه تلفون معانا مدخلة أستاذ كريم من السعودية مساء الخير أستاذ كريم عليكم سعر كاته استفسار مخصوصية أستاذ كريم أهلا بيك أهلا بيك مرحبا كريم عبدالعزيز من السعودية أه مرحبا كريم تفضل المدخلة على حضرتك أنا بس بخصوص طبعا أنا حاجة بقشك الدكتور طارق ودكتور محمد عبدالعيم على على الحلقة دي لانتفاة التجميد في مصر بس أنا دكتور طارق دلوقتي التجميد في مصر الأخبار سوقي في مصر دلوقتي البيعيسينج بيوجه مشكلة يعني السعر بيوجه مشكلة دلوقتي عند الكاسمر في مصر ولأ فبتحضر تأتي بالسعودة الدكتور طارق تمام والله يا كريم أنا شايف يعني صنعت مستحضرات التجميل في مصر إحنا دخلنا على أبجريد كبير جدا 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 لأنه زي ما قلت هو الوعي نفسه بتاع الاند يوزر زاد فده بقى خلاص الناس الناس بقى تعرفة كويس جدا جدا مستحضرات التجميل وأهميتها يعني الناس زمان كانت بتروح تلجأ لمستحضرات التجميل لما يبقى عنده مشكلة لأن الناس الوقت الوعي زاد عندها فبقى هتستعمل مستحضرات التجميل في مختلف الأعمار عشان تحافظ على البشرة وتحافظ الست عايزة تحافظ على جمالها وتحافظ على شكلها لأن ده بقى عنصر مؤسر جدا جدا عالميا مش بس في مصر بالنسبة للبرايسنج البرايسنج ده إحنا بنقابل فعلا التشالينج كبير جدا في مصر ولكن أنا شايف إن إحنا كل ما حنعتمد أكتر على المواد الفعالة المصرية وكل ما حنقدر إن إحنا نكفي نفسنا ذاتيا بالنسبة للمواد الخام ده هنعكس كمبليتلي على البرايسنج يعني إحنا كل ما نقلل استراد المواد الخام من برا ونعتمد على إن إحنا نستعمل مواد خام محلية ده حيؤدي إن البرايسنج حيبقى مور ريزنابل يعني إحنا هنقولش إنه حيبقى سعره خيص لأننا مش مع فكرة دي إحنا بنقول إن سعره يبقى في متناول المستالك العاد إنه يقدر يستعمله والناس تستعمله الروتين الديل يعني تمام تمام إن حالك عرفت شكراً أصد كريم شكراً مدخلتك شكراً شكراً كريم حبيبي نرجع تاني دكتور محمد يعني إحنا عايزين برضو نعرف دور الدولة دكتور محمد في التنمية الصناعة بتاعت مستحضار التجميل والله كانت أول سؤال حق سألت الدكتور طارق على المشاكل فإحنا نفس الكلام بضم صوت لصوته إنه فعلاً في الأول كان الموضوع فيه كتير من المشاكل بعد قانون الاستثمار الجديد واللاحة التنفيذية بتاعته اللي نزلت وتسهيل موضوع الاستثمار بالفعل حالياً موضوع بقى يعني موضوع سهل جداً مش بقى قول إن كل حاجة بقيت سهل لأن إحنا ستيل عندين مشاكل وستيل بنقابل شوية صعبات ستيل محتاجين كتير من الدول عشان إحنا عايزين نوطن التكنولوجيا الحديثة في صناعة المستهارات التجميل أو صناعة الدوائل في مصر بصورة تبقى شبه دائمة إحنا عايزين يدخل التكنولوجيا الحديثة اللي موجودة بره اللي احنا شاهدناها بره في المستهارات التجميل المستوردة نوطن التكنولوجيا دي في مصر فمحتاجين كتير من الدولة من تقليل جمارك من تقليل جمارك على المواد الخام معاني مدخلة تلفونية أستاذ فاتم المنصورة سلام عليك سلام عليكاته مسائل خير أستاذ فاتم ماشي فضالي يا رب دايما النجاح النجاح يا رب ربنا خليكي ربنا يا وصيك يا رب يا عمرة أستر حد في مجالك ومن أستر الناس من أحسن متر شكرا جزيلا ربنا يخليك فأي استفسارة يتمنى أن أما أن عدرتك توفر منتجات فويسة أطعار فويسة محلية منتجات المستهاردة والله إحنا حاليا فعلا يعني هو دايما شغيري على الوقت يعني أرد بالنسبة عن حضرنا الدكتور يعني يعني شركة يوركا يعني بما هي موفرة اللي حرجوا تقولي عليه هو المنتجات كويسة وبأسعار كويسة على قد الإيد شكرا أصدفاتي شكرا أصدفاتي نرجع برضو تاني للدكتور محمد للي هم محتاجينه من ده احنا بنتكلم على المحتاجين لسه ستيل كتير الصناعة دي زي ما احنا بقول صناعة مهمة جدا وصناعة بتمس كل بيت في مصر ما فيش بيت في مصر ما بيستعملش مواد تجميل أو صار تجميل من شمبهات لكريمات لكريمات بشرة لحاجات عناية بالبشرة حاجات عناية بالجسم كل بيت في مصر بيستعمل الحاجات دي وده الدكتور طالب يتكلم عليه برضو واللي احنا برضو بتتفل معاه فيه ان الحاجات دي مش لازم أستنى المشكلة عشان أبدأ أحل زي ما بقول كده الوقاية خانوا من أقالك احنا محتاجين الروتيني اليومي للعناية بالبشرة وبالشعر وبالجسم العناية اليومية اللي احنا بتكلم فيها ده بيدينا فرصة كبيرة جدا لستثمار محتاجين من الدولة انها تخفض شوية الجمارك على المواد الخام عشان نقدر نقلل السعر المنتج النهائي محتاجين الدولة محتاجين لسه كتير في المصانع محتاجين لسه كتير احنا طمعين احنا كشباب احنا دايما طمعين في الدولة الدولة انا شايف ان الاخر 3 سنين او اخر 4 سنين فيه اتجاه كبير لتشجيع الشباب على الاستثمار بدأين انا ومثلا دكتور طارق عادنا فترة كبيرة في السعودية ورجعنا وفكرنا اول حاجة ان احنا نعملها ان احنا نرجع عن استثمار في مصر فديم الحاجات اللي بتشجع الشباب وانا بشجع كل واحد او اي مجموعة من الشباب ان هما يبدأوا يخشوا سواء في الصناعة او في اي مجال هما بيفهموا فيه محتاجين دايما دايما طمعنين من الدولة انها تسندنا وتشجعنا لان هو ده هو ده الدول بتقوم بالاستثمار زي ما يعني اتجاه الدولة بيقول بالظبط تمام وبنرجع برضو لدكتور طارق يعني بالنسبة هل بيقفية رقابة لمستحضرات التجميل يعني عايزينك برضو ايه تلقى الضوء للأمر دوت عشان برضو مشاهدين تطمئن وتعرف ايه لما بتشتري منتج بتشتريه منوصفات ايه بالظبط وبتجيب ايه تمام هو من ناحية دور الدولة في الرقابة ده طبعا بيجي من ادارة الصيدلة وبيجي من نزارة الصحة انها بتعمل تفتيش دوري على الاماكن اللي بتاع تباع فيها مستحضرات التجميل هو بس احنا الفكرة ان احنا بنشهد الناس ان هو لما يشتري حاجة يشتريها بمكان موصوق فيه يعني اشتري من مكان موصوق فيه ما ينفعش تشتري من مكان انت ما انتش عارف مصدقيته ما ينفعش تشتري من اي حد في اي مكان لا اشتري من مكان موصوق فيه شوف العلبة بتاعتك كويس لان كل العلب بالوقت يوزارة الصحة عامل ان كل العلب لازم رقم الترخيص عليه رقم الترخيص ده موجود انت لو دخلت على الانلاين على موقع الوزارة هتعرف ده المنتج ده ايه بترخيصه وعمل ازاي سليم ولا مضروب بالظبط فانت لما تشتري حاجة اشتري حاجة انت عارف كويس قوي المصدر بتاعها عامل ازاي وبالتالي يبقى انت مش هتحط مش هستعمل لوشه او للجسم او اي حاجة وخلاص لان دي برضو يعني دي مشكلة برجد وده اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا دايما الوقتي بنفكر ان احنا نغير الكونسيبت لازم الوعي يزيد لازم الناس تبقى عارفة تستعمل ايه زي الدول اللي برا الناس بقات بيتذكر المواد الفعلة زيها زي الشركات بالظبط يعني انت لما بتيجي تتناقش مع الاجانب شوية مع الناس اللي عندها وعي عالي شوية يدوص لان الناس عارفة المواد الفعلة زينا زي لان النهاردة كل شي جوجلت يعني انت اي حاج اي حاجة تمام احنا برجع ورده لدكتور محمد الشاب اللي عايز يخش في مشروع مستعدة التجميلة دكتور محمد ايه اللي تنصحه بيه اولا عشان يخش المجال ده لازم يبقى هو عنده اكسبرينس اشتغل المجال ده بايده زي وزي اي مجال لازم تبقى انت عشان انت هتصرب فلوس وحتستسمر فلوس لازم تبقى انت عارف المجال ده كويس جدا ولازم يبقى عندك الاكسبرينس في جميع خطواته من اول الانتاج بالتركبات بالاكتف انجريني بتاعته بالخطوات التصنيع بخطوات البيعية خطوات البيعية نفسها هتقدم ايه لازم كل واحد او اي حد عايز يخش اي مجال لازم يشوف الفاليو اللي هو هيقدمه ايه القيمة اللي هنقدمها للناس هو ده السؤال احنا قعدنا كتير جدا انا ودكتور طارق ومعانا دكتور مصطفى في ماك فارما جروب سواء في يوريكا او في ماك بريمير بنسأل نفسنا سؤال واحد احنا هننزل السوق المصري نعمل ايه ايه اللي هنقدمه للناس احنا عايزين نقدم فاليو مش عايزين نبقى شركة من ضمن الاف الشركات اللي موجودة بتقدم منتجات تجميل باسعار كويسة او اسعار مناسبة وخلاص الفاليو اللي احنا نقدمها ازاي انا اساعد المستهلك المصري انه يحصل على منتج بجودة تقارب او تماثل المنتج المستورط بسعر مناسب لانا لازم اديله لازم لبنزل متميز هو ده السؤال وهو ده التحدي اللي بتقابل اي شاب في اي استصبر وانا حابب برضو تقول كلمة اخيرة برضو في الحلقة بتاعتنا دكتور محمد يعني في نهاية الحلقة ايه اللي حابب تقوله معنا في برنامج معلمين والله انا بشكر حاجة جدا جدا على الاستضافة وبشكر حاجة جدا على منقشة الموضوع المهم ده لان زي ما اتفقنا ان الموضوع ده بيمس كل بيت احنا موجودين اي واحد فينا واي شركة احنا بنخش كل جوه يعني كل بيت وبنتعامل مع كل فرض في المجتمع المصري موضوع مهم جدا بطلب من الشباب ان هو ما يخافش ويخش في الاستصمار واي مجال خاصة اللي احنا بتكلم عن المجال ده المجال مهم جدا وان شاء الله باذن الله نشوف المجال يعني بيكبر وبيكبر بيكبر بالناس يعني دكتور طارق كلمة اخيرة كده في قليل من ديئة عشان الوقت بيدهمنا ايجا احبب نذكر حباك جدا جدا على الفرصة الطيبة دي انا انا بقول دي فرصة قوية جدا جدا لان سوق التجميل في مصر هو سوق قوي وداخل على مرحلة قوية جدا 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 واحنا ان شاء الله حنقدي دور كويس وشاهدينا القرآن بكده خرصة حلقتنا النهاردة استنونا الجمعة الجاية في نفس المعاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته